بسم الله الرحمن الرحيم المهدي المنتظر وشحة حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم قد تسمع قائلا يقول الحديث صحيح ويرد عليه قائل الحديث منكر وسالس يقول الحديث ضعيف لا صحيح لا ضعيف لا منكر وتجد اختلافا كثيرا حول هذا الحديث هيا بنا نتعرف معا على صحة هذا الحديث الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين أما بعد المهدي المنتظر وصحة حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم هذا الحديث الذي جاء فيه لا مهدي إلا عيسى بن مريم جاء عند الحاكم وابن ماجة عند الحاكم وعند ابن ماجة هيا نتعرف على الحديث ثم نرى نضعه في ميزان المحدثين نضع هذا الحديث في ميزان المحدثين روى ابن ماجة في سننه والحاكم في مستدركه من طريق يونس ابن عبد الأعلى المصري حدثنا محمد بن إدريس الشافعي حدثنا محمد بن خالد الجندي وضع تحت محمد بن خالد هذا خطا عريضا حدثنا محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم انتهى الحديث إذن الشاهد الذي نبحث عن صحة الحديث بسببه هو قوله ولا مهدي إلا عيسى بن مريم هذا الحديث ضعفه البيهقي والحاكم وابن تيمية وابن القيم وقال الذهبي في ميزان الاعتدال هو خبر منكر هو خبر منكر وقال القاري في مرقاة المفاتيح ضعيف باتفاق المحدثين ضعيف باتفاق المحدثين وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة بأنه موضوع وقال الألباني عنه منكر والحاصل أن هذا الحديث ضعيف لأن مدار هذا الحديث يقوم على محمد بن خالد الجندي الذي وضعنا خطا تحت اسمه في سند الحديث أن مدار هذا الحديث يقوم على محمد بن خالد الجندي وقد قال عنه أي عن محمد بن خالد وقد قال عنه أبو عبد الله الحاكم مجهول يعني محمد بن خالد الجندي هذا مجهول وقال الإمام بن حجر محمد بن خالد مجهول ابن حجر الإمام بن حجر يقول محمد بن خالد هذا مجهول قال بعض العلماء وإن صح هذا الحديث وهو لا يصح شوف شوف الكلام إيه وإن صعد حتى على فرض إن الحديث صح قال بعض العلماء وإن صح هذا الحديث وهو لا يصح فمعناه لا مهدي كامل أو معصوم إلا عيسى بن مريم يب إذن الحديث ليس صحيح كما ذكرنا كل هذا الكلام الذي قيل من المحدثين في سند هذا الحديث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل علم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته